الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال شهين جلادز الخوري أنتونيوس والمخرج سيمون صور عانوين نشرة رئيس الكتائب في ذكرى الثانية والثمانين لتأسيس الحزب يدعو رئيسي الجمهورية والحكومة ليكونها بشارة الخوري ورياض الصلاح 2018 يمكن اليوم حزب الله بيقدر يركع الطبقة السياسية بالتسوية اللي عاملها بس ما بيقدر يركع الشعب اللبناني لا فرج في الأفق الحكومي وعون يؤكد أن الأزمة كبرت بدنا نعرف مين أم لبنان حتى نعطيها لبنان الحرير مستاء من مسيرة بسيل حزب الله ورعد يجدد وجوب تمثيل السنة المستقلين تمثيلهم في الحكومة ليس منا تنلي أحد وما بيقدر حدا يتجاوزهم الاتحاد الأوروبي يصادق اليوم على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الحلم تحقق وهلأ صارت الكهرباء 24 على 24 شركة كهرباء زحلي وعدت وفيت رح نضوي ليل نهار مبروك لزحلي والجوار وعقبان لبنان كله كهرباء زحلي ديما نحو الأفضل يقفل الأسبوع رزنامته على عيد حزب عريق خط أمجاده بدم شهدائه الذين سجلوا نضالاته على صفحات التاريخ رافعا شعار الله الوطن والعائلة في خلال 82 عاما من خدمة لبنان وترافقت المناسبة مع دعوة رئيسه النائب سامي لجميل رئيسي الجمهورية والحكومة ليكونا بشار الخوري ورياض الصلاح 2018 إلى ذلك يقلب الأسبوع آخر ورقة من أجندته السياسية مع فشل تشكيل الحكومة فلا فرج في الأفق ولا حل حل يمكن الرهان عليها ما يعني أن الأمور مرشحة إلى مزيد من التأزم فالنواب السنة الستة ينتظرون تحديد موعد مع الرئيس المكلف الباقي على موقفه والذي لن يدفع الفاتورة مرتين كما قال في وقت وصف رئيس الجمهورية الأزمة بأنها كبيرة رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل اعتبر عبر الام تيفي أنه يمكن لحزب الله أن يركع الطبقة السياسية لكن لا يمكنه تركيع الشعب بفائد قوة لن يدوم هذا البلد ما حدا فيه يسيطر عليه يمكن اليوم حزب الله بيقدر يركع الطبقة السياسية بالتسوية اللي عاملها بس ما بيقدر يركع الشعب اللبناني والشعب اللبناني ما رح يركع ويمكن اليوم بيقدر يمرق فترة يكون هو عم بيقدر يكون الأمر الناهي بالحياة السياسية بلبنان سيما بدون لهذا السبب نحن مندعي حزب الله إلى أنه هلأ بهذا الظرف بهذا الوقت بالذات ياخد هو القرار الجريء بأنه يمدئده لبقية اللبنانيين لبناء دولة سيدة وحرة ومستقرة ويحط حاله تحت سقف الدستور والقانون إلى جانب جميع اللبنانيين تنكون كلنا سواء عم نشتغل بالمساوات لأنه إذا ضلوا حزب الله ما اعتبر أنه هو أكبر وأهم وعنده حقوق أكبر من حقوق اللبنانيين هذا رح يؤدي إذا مش اليوم بكرة إلى انتفاضة عند الناس ودع رئيس الكتائب لمناسبة ذكرى الثانية والثمانين لتأسيس الحزب رئيسي الجمهورية والحكومة إلى رفض هذه الطريقة في الأداء دعوتي لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة لوضع نقطة على السطر لكل المراحل الماضية نشتغل على بناء لبنان جديد خلس بفتكر أنه الكل اقتنع أنه لبنان ما بقى بينحكم بهذه الطريقة الشعب اللبناني عم بيدفع التمن عم بيدفع التمن بمعيشته عم بيدفع التمن باستقلاله بسيادته باستقراره بهذا البلد لهذا السبب حين الوقت نوقف كل هالطريقة بإدارة الحياة السياسية ونقعد كلنا سواء تنبني لبنان جديد وأنا بالنسبة لأقلي اليوم إن كان الرئيس عم أو إن كان دولة الرئيس الحريري اللي هو شاب عندهم اتنينة فرصة تاريخية كرمالتا يكونوا رياض الصلح وبشارة الخورة تبع سنة 2018 شرط أنه يرفضوا هذه الطريقة بالأداء يلي شفنا كلنا لأوين وصلت البلد ويقولوا نحن بدنا نكون رجال الجمهورية التالتين الرئيس أمين الجميل رأى عبر برنامج اليوم السابع من صوت لبنان أن الأزمة اليوم هي نتيجة التسوية المصلحية التي حصلت ما بيقى بالميدان اللي حديدين ما فيه لحزب الكتائب اليوم اللي بيقى على طهارته بيقى على مبادئه ما ساوم ما تنازل ما قبل بتسوية أنانية ما قبل بتسوية على المصلحة فضل دايما وكانت البداية كان الأساس للمصلحة العامة وهلي مصلحة الوطن للسيادة واللسلال واللي الحوكمة الرشيدة اللي عم نعيشه اليوم هو نتيجة التسوية المصلحية اللي حصلت عند انتخاب الرئيس عون التسوية اللي صارت هي اللي عم بتأدي الى النتيجة هذه اللي بدأ على الباب يأخذ الجواب نحن استسلمنا بهالتسوية هذه تسوية استسلام وليس تسوية بنائة واللي ذلك عم بيحصل اليوم هو طبيعي نتيجة التسوية وبعدين ما صار طويل منذ هذه التسوية تنزلت ورا تنزلت ورا تنزلت شعلت انه فيه فريق استقوى على فريق آخر ومن الصابلة ترجع ترده الى حجم الطبيعي شهادات للكتائبيين والسياسيين في عيد الكتائب السكفوري ليس من باب الصدفة ان تتزامن ذكرى تأسيس حزب الكتائب مع عيد الاستقلال وهو الحزب الذي ناضل من اجل سيادة لبنان واستقلاله ومن اجل الحفاظ على الكيان وفي الذكرى الثانية والثمانين لتأسيسه استضافت صوت لبنان عددا من الشخصيات السياسية والحزبية التي اعطت شهاداتها بالحزب نائب ورئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصيخ شدد على ان مشروع الكتائب هو مشروع وطن وليس مشروع سلطة بالتسعين الحزب بتل حبة الحنطة مات يعطي سمار كتير مهمة بوقتها حزب الكتائب خسر كتير قضايا بالسياسة انما ربح بالوطن لانه قدر ثبت وجاب كل ابناء لبنان من اوائل الثمانينات هده المو تلاتة وثمانين اجتماع علماء المسلمين بدار الافتاء واقره بنهائية لبنان تكرس دستوريا سنة التسعين وهذا الفضل يعود الى من حمل شعار القومية اللبنانية التي علينا كلنا سواء انه نلتف حواليها نائب ورئيس حزب الكتائب جوزيف ابو خليل اكد بدوره ان حزب الكتائب ليس حزب سلطة واللي سنعطر الكتائب بثمانين سنية دي منه قديد يعني معركة الاستقدار بالتاتة واربعين بثمانين وخمسين بالخمس وسبعين في نباعك كله كان دوره فاعد الكتائب مشروع وطن ودولة بتعيش مع المشروع بتناضل من اجله اذا لا يكتمل الامين العام للحزب نزار ناجاريان اكد انه لولا الكتائب ودورها لما بقي لبنان نحن سياسة المختار والنطور منا مهتمين فيها والسياسة التقاسم قالب الجبنة وتوزيع والتحاصص كمان مش مهتم فيها نحن مهتمين بسياسة بناء الوطن ببناء الدولة وبدنا نضلنا ندق نقوص الخطر ونحمل المشعل بعتمة ظلمية بالواقع السياسي اللبناني نحن ما منضيع الهدف تبعنا هيدا الفرق يمكن بيننا وبين غيرنا المستشار العام لرئيس حزب الكتائب فؤاد ابو ناظر قال ان الكتائب شاركت بنشوء لبنان بكل حقابات اللي مرأنا فيها بحزب الكتائب كنا نحن مسؤولين وحصينا حالنا مسؤولين حتى وقت ما كنا مشاركين بالحكم مش ناك نحن شاركنا بنشوء لبنان من وقت ما خلق لبنان نحن مواكبين للبنان من سنة الستة وثلاثين وفيما بعد بالاستقلال خضنا معركة الاستقلال وأخذنا خيار صعب والخيار كان رايح عكس التيار بالمجتمع المسيحي بوقتها واليوم نحن عم نشارك كمان بصناعة لبنان وكانت مداخلة أيضا لعضو المكتب السياسي سامير خلف الوزير السابق قراشيد أرباس تحدث عن نظرته للكتائب ودورها علينا أن نكر أولا أن تأليف حزب الكتائب أتى من خارج السياق السياسي التقليدي لجهة الزعمات السياسية المسيحية فالزعمات كانت متوارسة بين العائلات بصورة تقليدية هذا لا يعني أن مؤسس حزب الكتائب لم يكن من تلك العائلات ولكن همه انصرف إلى الطبقة الوسطى التي وجدت في أحضان الكتائب فرصا لا تجدها لدى الزعمات التقليدية أن أب السابق فارس سعيد اعتبر أن الكتائب ضمانت البقاء وعليها أن تقود الاستقلال الثالث هذا حزب تخصص بسيادة لبنان هذا الحزب مدعو قبل غيره وقبل أي حزب آخر وقبل المسلمين وقبل كل الناس أن يقود عملية استقلال البلد اليوم لبنان للمرة الثالثة هو تحت الوصاية الإيرانية من بعد الوصاية الفلسطينية والوصاية السورية اليوم هو تحت الوصاية الإيرانية والدعوة هي لحزب الكتائب أن يقود عملية الاستقلال التالي للبنان بهذا الاتجاه رئيس حزب السلام اللبناني رجائد دي تحدث عن تاريخ تأسيس الحزب كانت الفكرة التأسيسية لحزب الكتائب أن يكون هذا الحزب الخيار البديل للحفاظ على الكيان اللبناني أثر 1958 نظر اللبنانيون بأكسريتهم الساحقة إلى الكتائب أنها القوة التي تستنسر للحفاظ على لبنان وديمقراطيته المحامي نعم فرح رأى أن الكتائب حاجة وطنية وقومية للبنان وقد أثبتت ذلك في خلال تلك السنوات دور الكتائب التاريخي هو دور لأنه عنده مبادئ ما بيمر علي الزمن هو حزب باقي ليستمر وما فينا نقيس أهمية حزب بالوقت الزمن الطويل على عدد نواب أو عدد وزراء إنما يلي بيأكد ديمومة الأحزاب هي عائدتها رئيسة السابقة للقوى النظامية في حزب الكتائب جوستين أخويري تحدثت بدورها عن تجربتها النضالية في الحزب كانت إيجابية كان فيها كثير من الأيام وفيها كثير من النظافة والشفافية أنا بلشت بالسبعينات بمصلحة الطلاب وبعدين بالحرب للخمسة والتنين بقى هالخبرة بفتخر فيها يعني بعتبرها شي بوزيتيف بحياتي وكتجربة حزبية بعتبرها كانت سامية كرامي يرد على عون البحث جار عن سليمان الحكيم بعد الفاصل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون يتحدث لساعة من العمر عن مراحل دقيقة من الحياة السياسية اللبنانية ما هي الوقائع التي توفرت لديه عن جريمة اغتيال داني شمعون عندي معلومة انه في واحد زابط سوريا اللي هو اختصاصي بالاغتيالات من بيت السلطة اجا قاعد بالقوتيل كونفور أبنا بليلي ماذا قال له العماد ميشيل عون عندما عرض عليه التعاون الانتخابي عام 2005 بعد عودته من المنفى قال ليش انتو موش بديد؟ أنا ساعتها ميت الشلوت اشتغلت ما فينا العيد الانيروية على الهواء ساعة من العمر أعداد وتقديم شرب المارون الأحد التاسع والثلص صباحا عبر صوت لبنان الملف الحكومي حضر في كلمة رئيس الجمهورية ميشيل عون أمام المشاركين في سباق الاستقلال اليوم نحن عم نمر بأزمة تأليف الحكومة اللي هي منا أزمة صغيرة لأنها كبري ولازمة بتذكرني بسليمان الحكيم وقتل إجهل عنده امرأتين مع ولد وكل أم كانت عم تدعي أنه هي أم الولد بعد جهد جهيد إجه سليمان الحكيم قال نرح نحكم بالعدل بينه تكون ونفسق الولد شقفتين صرخت الأم ساعتها وقالت له له أعطيها يا كله وهون أعرف سليمان الحكيم من هي الأم بدنا نعرف من أم لبنان حتى نعطيها لبنان النائب فيسال كرامي رد على رئيس الجمهورية وغرد كاتبا البحث جار عن أم الصبي وأيضا عن سليمان الحكيم مصادر مطلعة لفتت إلى أن رئيس الجمهورية يرى أن الظروف الحرجة تتطلب تنازلات من فريقي الأزمة معتبرا أنه قدم تنازلات في الأشهر الماضية في خلال السعي إلى مخارج لعقدة تمثيل القوات اللبنانية وبالتالي يفترض بالآخرين أن يقتدوا به ومنهم الرئيس المكلف ولم تستبعد المصادر حسب الحياة أن يكون هذا ما قصده أمس حين تحدث عن أم الصبي بينما الحريري يعتق بدوره أنه قدم تطحيات ولن يدفع الفتور مرتين كما قال إلى ذلك نقلت صحيفة الحياة عن مصادر مطلعة أن الحريري أبدى استياءه بدوره من مسيرة وزير الخارجية لحزب الله لاعتباره ذلك تراجعا عن تضامن رئيس الجمهورية معه في رفضه تمثيل النواب السنة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جمران بسيل أمل أن تبصر الحكومة النور للأسف بعده بتحكم فينا بلبنان نزعتين نزعة فرد ونزعة استئسار وأحبط يأخذ كل شيء لأله وأحبط يفرض على غيره وهو دي اتنين ما بيشبهوا لبنان وهو دي اتنين ما فيهم يكسروا لبنان كل مرة تحكموا فينا صار في خلل وانضرب كل البلد واقتصاده وناسه الجهل عم تفرض كمانا ناسا متضررة ومأزية بالاقتصاد والجهل عم تستأثر كمانا ناسا متضررة ومأزية بالاقتصاد النائب محمد رعا تجدد وجوب تمثيل النواب السنة المستقلين تنفيذهم في الحكومة ليس منة لأحد وما بيقدر حدا يتجاوزهم على كل حال نحن نأمل أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت والمسألة مرتبطة بحسن النية لدى الكل المسألة ليس مسألة إحسابات النائب محمد الحجار أكد أن الرئيس المكلف هو سيد قراره حزب الله يريد اعتقال الحكومة اليوم حزب الله يريد اعتقال لبنان اليوم هناك توجيهات إيرانية واضحة تريد أن تأخذ لبنان رهيني أن تأخذ الساحة اللبنانية رهيني وحزب الله ينفذ التعليمات اليوم أنا بتقدير ما لازم نضيع البوصلة في حكومة جيسية في تشكيلة جيسية كان الكل منتظرها أوقف إصدارها حزب الله أعلنت قيادة الجيش أنه في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة لتوقيف كبار الترجار المخدرات حصل تبادل لإطلاق النار في جسر الباشا أثناء مطاردة دورية لمدرية المخابرات لسيارة يعمل من في داخلها على ترويج المخدرات ونتيجة التحقيقات المكثفة تبين أن المواطن عين نون أقدم على تأجير سيارة للفلسطيني حاء عين وأن سيارة أخرى قد تم استئشارها أيضا وبعد عملية مطاردة تم توقيف المواطن حاء عين فيلم طيليب مع ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة وذخائر حربية إضافة إلى مبالغ مالية داخل السيارة تعرض جلال ميم من بلدة تكريت في عكار فجر اليوم لإطلاق نار أثناء عملية سطو على أحد المحال التجارية في بلدة حقل العزيم في الضنية ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة إسرائيل تحاكي صد هجومين على حزب الله وحماس بعد الفاصل الاستقلال ذكرى واحتفالات فيما الحكومة معلقة والبلاد ساحة صراعات محلية وأقليمية واللبنانيون أسر فساد ومحاصصات فكيف الخروج من المأزق؟ جرازيالا خوري تناقش هذه المحاور وغيرها في كواليس الأحد مع مدير تحرير صحيفة النهار غسان حجار هل وحد الاستقلال اللبنانيين نعم أم لا؟ لآرائكم راصلون عبر تويتر هاشتاغ كواليس الأحد كواليس الأحد العاشرة والثلث من صوت لبنان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن لواء الكوماندوس يتدرب حاليا في مناطق متفرقة من إسرائيل على محاكاة صد هجومين من حزب الله وحركة حماس يصادق قادة دول الاتحاد الأوروبي في بريكسال اليوم على اتفاق لخروج بريطانيا من التكتل بعدما استجابت الحكومة البريطانية لطلب إسبانيا إجراء الجانبين مفاوضات في شأن جبل طارق وهو جيب بريطاني في إسبانيا على خط آخر رفض الاتحاد الأوروبي الحملات الإسرائيلية الأخيرة لهدم منازل فلسطينيين في القدس الشرقية داعيا إلى التراجع عنها لتهديدها فرص التوصل لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث غدا في الرياض مسؤولين في الحكومة اليمنية على رأسهم عبدرب منصور هادي بعد اجتماعه مع مسؤولين مين الحوثي في صنعاء وزيارة ميناء الحديدة ويعمل جريفث على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام ستعقد مطلع كانون الأول في السويد تجددت الاحتجاجات في باريس بين الشرطة الفرنسية وما يعرف باستطرات الصفراء في جادة شانزيليزي وتحدثت وسائل الإعلام عن سقوط التسعة عشر جريحا بينهم أربع من رجال الشرطة هذا وأضرم المتظاهرون النار في الإطارات وقطعوا عددا من طرق العاصلة وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها وزارة الداخلية الدنماركية في العاصمة كوبنهاجن تتواصل أعمال مؤتمر حركة النضال الذي انطلق أمس في حضور أكثر من 180 مشاركا من الأحواس ودول عربية وغربية ويسعى المؤتمر الذي يحمل وشعار مع الأحواز للتصدي للإرهاب الإيراني إلى كشف الأعمال الإرهابية الإيرانية في الشرق الأوسط والعالم إضافة إلى تعريف جميع الشعوب بالقضية الأحواسية وتسليط الضوء على معاناة شعب الأحواز المحتل منذ العام 1923 صادق مجلس الوزراء التونسي بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساوات في الإرث بين الرجل والمرأة وستعرض الحكومة مشروع القانون في خلال الأشهر المقبلة على البرلمان ويصبح سري المفعول إلى صفحة الرياضة مع نجيب قاعي صباح الخير البداية اليوم ستكون مع الأخبار المحلية تحديداً مع كرة القدم مع المرحلة الثامنة من بطولة لبنان الشباب السحل بيتعادل مع رايسنج البيروطي بنتيجة 3-3 بالوقت اللي تضمن صوره بيتغلب على البقاء 2-0 والأخراء على الغازية 2-1 اليوم في عنا ثلاث مباريات العهد السلام الغارثة طرابلس الأنصار والنجمة بمواجهة الصفا من تلع مع الأخبار الدولية منبلش مع الفورميلا ون أول المطلقين بجرام بري أبوظبي بعض وقت قليل رح بيكون البريطاني لوي ساملتن بطل العالم ورح بيكون إلى جامبه زميله بفريق مرسيدس والتاري بوتس ومثمار سوناء فراري غتال ورايكرن أما بعالم التانيس في فرنسا عم تربح لكرواتيا بموراة دابل ومبارح وبتقلص الفير إلى 1-2 بنهاية كأس ديفوس كرواتيا متقدمة 2-1 واليوم مهم صعب إلى شاردي وثونجيا بمواجهة تشيليتش والتشوريتش الأقوى على أرض الملعب من تابع أيضا مخبار كرة القدم بري سانجرمان بيربح بالدور الفرنسي بالوقت اللي عم نشوف سقوط جديد لريال مدريد بدوري الإسباني وتعادل بين 3 جودو مدريد وبرشلونة واحد واحد أما بالدوري الألواني فبايرين بتعادل مع فورتونا دوسل دورف 3-3 دورتموند بتغلب على مايان 2-1 وبعزز نصداته لترتيب البطولة إلى صفحة أحوالي الجوية الجو اليوم غائم جزئيا بدون تعديل نسكر بدرجات الحرارة مع تساقط أوطار متفارقة في فترة قبل الظهر كان في هذه النشرة رئيس الكتائف ذكرى الثانية والثمانين لتأسيس الحزب يدعو رئيسي الجمهورية والحكومة ليكون بشار الخوري ورياض الصلح 2018 يمكن اليوم حزب الله بيقدر يركع الطبقة السياسية بالتسوية اللي عاملها بس ما بيقدر يركع الشعب اللبناني لا فرج في الأفق الحكومي وعون يؤكد أن الأزمة كبرت بدنا نعرف مين أم لبنان حتى نعطيها لبنان الحرير مستاء من مسيرة بسيل لحزب الله ورعد يجدد وجوب تمثيل سنة المستقلين تمثيلهم في الحكومة ليس مننا تملي أحد وما بيقدر حداني الجاوة الاتحاد الأوروبي يصادق اليوم على اتفاق خروج بريطانيا من التكبتل بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا نشكر لكم متابعتكم